أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا في هذه الحلقة عن فنان عراقي كبير نال مرتبة العالمية وأصبح رمزا من رموز الفن العراقي التشكيلي ذلك هو الفنان المرحوم خالد الجادر اخترت أن أتحدث عنه لسببين أولا لريادته وهو من ذلك الجيل الرائد الذي بجهوده نمت وتطورت مدرسة الفن التشكيلي في العراق وسبب آخر هو لمعرفة الشخصية به عاصرته لفترة طويلة طالبا وأستاذا حينما عملت في جامعة بغداد كان هو يتولى إدارة مرسم كلية الآداب ثم كان قبل ذلك العميد الأول لأكاديمية الفنون الجميلة فصيلتي به شجعتني أن أتحدث عن بعض جوانب الإنسانية والإبداع التي تجلت في سيرة هذا الرجل الرائد خالد الجادر ولد في بغداد في عام 1924 ودرس في البدارس التدائية والإعدادية درس في الإعدادية الشرقية وبدأت مواهبه تبرز وهو في تلك المرحلة كان يخطط بالحبر الصيني رسوما أبهرت القائمين على هذه المدرسة وغيرها حينما كانت تقام المعارض بهذه المواهبة وانتمى بحس وطني فتي إلى بعض الجمعيات الوطنية الثقافية كانت منها جمعية الضاد القومية انضم إلى هذه الجمعيات وبرزت مشاعره الوطنية تنضج في تلك الفترة المبكرة من حياته حتى إذا ما تخرج منها دخل في كلية الحقوق وحقيقة الذي شجعه على الدخول في كلية الحقوق أو كلية القانون كما سميت فيما بعد أبواه الذين أراد أن يكون محاميا نابها وقد فعل طاعة لهما ولكن نفسه كانت قد ارتبطت بالفن التشكيل إلى الحد الذي حينما كان يدرس الحقوق كان في نفس الوقت قد سجل طالبا في معحد الفنون الجميل يرسم هنا ويدرس الحقوق هناك يرضي أهله بأنه يدرس الحقوق يذهب وقد حمل حقيبته إلى الكلية وفي نفس الوقت بعد ذلك يحمل أدوات الرسمي ويذهب إلى معحد الفنون ليمارس هوايته هذا وحينما تخرج من الحقوق عين أو تخرج من معحد الفنون الجميلة عين مدرسا في إحدى المدارس الإعدادية وظل يتظاهر بأنه يذهب إلى المحاكم وتخرج في الحقوق أيضا في نفس الوقت يتظاهر أنه هو يعني يترافع ببعض المحاكم في الوقت الذي هو كان قد عين مدرسا للفن التشكيلي في بعض الإعداديات المعروفة في بغداد وظل يصار على الجبهتين يرضي ذويه هنا ويرضي نفسه ويعبر عن موهبته هذه في الجهة الأخرى ثم سافر التحق بالبعتة إلى فرنسا ليدرس الحقوق لكنه لم يدرس الحقوق درس الفن التشكيلي فيما كان يعرف بالبوزار في إحدى المعاهد المشهورة عالميا بدراسة الفنون التشكيلية في فرنسا والأهله يتوقعون منه أنه يعود إليهم قانونيا دارسا للقانون لكنه كان قد انصرف بالكلية إلى دراسة الفنون حتى وصل مرحلة الدكتوراه في تاريخ الفن وكتب رسالته أو أطروحته للدكتوراه في موضوع جميل وكان من أوائل منعالج هذا الموضوع من العراقيين وهو تاريخ الفن الإسلامي أو موقف الإسلام من الفنون التشكيلية وكان يقضي وقته في المكتبة الوطنية في فاريس ينقب وينقر في المنمنمات يعني الصور الصغيرة الدقيقة التي كان يرسمها الرسامون لأي غاية لتجميل أو لتوضيح نص معين في مخطوطة ما درس مقامات الحريري من الجانب الفني ودرس المخطوطات العلمية لأن النساخ والمؤلفون المسلمون كانوا يضعون لتوضيح ما يتكلمون عنه من حيوان ونبات يضعون صورا صغيرة دقيقة جدا تمثل هذا الحيوان أو النبات فدرس هذه الكائنات من خلال دراسته للعدد الكبير من المخطوطات التي طلع عليها في المكتبة الوطنية في فاريس وتوصل إلى قناعات مهمة في هذا المجال ورد على بعض المستشرقين في هذا المجال أيضا ونال الدكتوراه في تاريخ الفن وثم عاد إلى وطنه ليعمل في خمسينات في الأرواع وخمسين أو خمسة وخمسين في الكليات العراقية طبعا أدرك أهله هنا أن الرجل أصبح مختصا بتاريخ الفن ولم يعلم محاميا أو قانونيا كما أرادوا واستقر مدرسا لهذه المادة في الكليات العراقية وصار مشرفا على بعض المراسم يعني معاهد الدراسة وتدريس الفن التشكيلي في كليات عدة يعني في كلية الملكة العالية في بعض الكليات الأخرى وبرز فنه ومواهبه في هذه المرحلة وبدأ بتكوين يعني منهجه الخاص في الرسم التشكيلي الذي نود أن نبه إليه هنا أن الرجل كان يعني رغم دراسته في فرنسا رغم طلاعه على تجارب الفنانين العالميين الذين رأى لوحاتهم هناك أو اتصل بهم مباشرة في أثناء دراسته لكنه كان عراقيا صميما خلد البيئة العراقية بلوحاته رسم القرية العراقية رسم معالم القرية العراقية كنت حينما ترى لوحاته تظن أنه خرج من قرية في أعماق الريف العراقي مع أنه ولد في بغداد وتخرج من معاهدها ألوانه اختياراته كانت عراقية صميمة إن لم يرسم القرية العراقية فقد رسمه كان يذهب إلى أي مكان قديم في بغداد فيرسم الزقاق ويرسم الحي والمعالم وحتى الوجوه التي رسمها كانت عراقية صميمة كان الرجل عاشقا لبيئة وطنه إلى حد متير للدهشة ربما هو تأثر ببيئة ديالة بالذات لأن أخواله في ديالة وكان يذهب يتردد إليهم ويبيت عندهم إلى غير ذلك وعشق ريف ديالة إلى حد الشغف ورسمه ورسم فيما بعد البيئة العراقية من شمال العراق إلى جنوبه وأقام أول معرض له في بغداد معرض شخصي له يعني بحدود 126 لوحة معظمها كان في رسوما بالغة الإبهار صور بها الريف العراقي عبر هذا الرجل عن وطنيته بأسلوبه بتخليده الحياة الريفية والقرية الزراعية وحتى الخيم البجو رسمها بساليب بالغة الربح أيضا أعين في المعهد الفنون الجميلة أستاذا هناك ثم اختير عميدا لهذا المعهد في عام 59 ثم حينما تأسس وله الدور الأكبر في تأسيس أكاديمية الفنون الجميلة أصبح أول عميد لهذه الكلية ومن قلال هذه المناصب تمكن من رعاية الفنون التشكيلية في العراق وتشجيع الشبان الذين كانوا لا يجدون من يأخذ بيدهم في هذا السبيل كان هو يشجعهم وينفق من الوقت والإخلاص ما رأيته بعيني يعني الكثير من أجل أن يخرجهم فنانين كبار يعتدوا بفنهم وكان السبب في اكتشاف كثير من أولئك الشبان مواهبهم يعني كان يمكن أن يأتون ويمضون ولكنه كان يشجعهم بإسلوب مكنهم من اكتشاف أنفسهم هم وبالتالي كانوا فنانين يعني شاركوا في كل المعارض العالمية والمحلية وكان لهم شأن كبير فيما اختصوا به في عام يعني أربعة وستين أو بأواسط الستينات خرج مال العراق في أول غربة له عنه إذ تعاقد بصفة شخصية مع جامعة الرياض وإلى التسعة وستين هو يدرس في جامعة الرياض وهناك استوحى البيئة الجزيرة العربية ورسم كل مفردات القرية والبلدة في تلك البلاد ويعني كما عشق البيئة العراقية عشق البيئة الصحراوية في السعودية ورسمها وأقام معارضه هناك فأثار إعجاب كل من زار تلك المعارض وكان سببا في إثارة الاهتمام بالفنون التشكيلية في بلاد لم تكن لها صلة قربة بهذه الفنون قبل مجيئه إليها وفي عام تسعة وستين ترك السعودية وعاد إلى وطنه العراق ليعين أستاذا للفنون التشكيلية في كلية الآداب ومديرا لمرسمها في كلية الآداب جامعة بغداد وتجدد صلة به في هذه المرحلة من حياتي يعني في تسعة وستين سبعين وكي كنت أراه ينفق وقته بإخلاص وجهده بتفان من أجل تشجيع الفنانين الناشئين وطلبت الفنون على تقاني هذا الفن الجميل ونال الأستاذية في هذه المرحلة وأقام غير معرض يعني عدة معارض ضمت نتاجاته الفنية الكبيرة أتذكر مرة حينما بدأت عملية شق شارع الكرامة في الكرخ هذا الشارع الذي اخترق مجموعة من المحلات القديمة في الكرخ سارع هو وبعض طلابه إلى تلك الخرائب التي نجمت عن هدم محلات بكاملها ذهب إلى تلك المناطق وجلس في الأرض وهو يرسم البيت البغدادي وحتى هو قد نقض منه جانب من هنا أو من هناك يعني بقايا هذه الدور كانت موضوعات للوحاته أذكر أنه قاد طلبته إلى مناطق الفرات يعني إلى هيت وحديثة وهذه المناطق ورجع بعشرات من اللوحات والتخطيطات التي تحولت إلى لوحات فنية كبيرة وما تزال هذه اللوحات تؤرخ لا أقول فقط يعني تزين ولكن تؤرخ لهذه البيئة الجميلة من بيئات العراق وقد عرضها ومن حسن الحظ أن بعضا منها يمكن أن نراه على شبكة الأنترنت اليوم كلما تحرك هذا الرجل كان يحمل معه أدوات الرسم ودفتر التخطيطات أينما وضعته رسم ذهب إلى العمادية في الخمسينات ورسم مدينة العمادية والأحياء التي فيها وغيرها من بيئات هذه المنطقة كان الرجل العراقي صميما بمعنى الكلمة رسم كل شيء في العراق وعشق كل شيء في العراق وجوه البدو كانت تسحره الوجوه القروية بآثار التعب الظاهرة عليها كانت تعجبه حاملات اللبن اللواتي يرين في مناطق الجنوب كان يرسمها يعني هذا الرجل أظهر عراقيته وكان سفيرا حقيقيا للفن العراقي بل للعراقي نفسه في الأقطار العالمية وحينما أقام معرضا أتذكر في السبعينات في ألمانيا كانت لوحاته مصدرا للمؤرخين والمستشرقين الذين كانوا يهتمون بالبيئة العراقية فضلا عن الفنانين كان الرجل سفيرا إذن حقيقيا ليس للفن العراقي وإنما للعراق نفسه في تلك البلاد المؤلم في سيرته أنه اضطر مرة أخرى في الثمانين إلى مغادرة العراق في غربة أخرى تانية إلى المغرب وهناك عمل أستاذا في معهد عال للصحافة يدرس الرسم وأدى نشاطه الدائب إلى تشجيع وتنمية الفنون التشكيلية في تلك البلاد ثم تنقل بين المغرب وبين تونس وأقام معه أيضا هناك فكان أيضا خير سفيرا للعراقي في أقطار المغرب العربي وظل هذا دأبه واهتمامه وعشقه حتى عاد من المغرب وكان في السعودية لفترة وجيزة وتوفي في المستشفى العسكري في الرياض عام 1988 وكانت وفاته لها وقع مؤلم فعلا لدى عارفي فنه وفضله الذي أريد أن أضيفه هنا أن الرجل كان مربيا بالحقيقة كان متربيا ومربيا كان متربيا من حيث ترفعه من حيث زهده من حيث الجو الأبوي الذي كان يضفيه على طلبته على علاقته بطلبته كان يدرس في كليات الآداب وغيرها ومعهد الفنون وأكاديمية الفنون وكنت أراه أبا لأولئك طلبة رباهم أو شارك في تربيتهم شبابا لأنه ونفسه كان متربيا وهذا شأن من يتلقى تربية الحسنة يعني يشع هذه التربية على من يحيط به فيما بعد خالد الجادر إذن باختصار كان فنانا كبيرا وعظيما ومع الأسف بعض المزورين بدأ يزور لوحاته ويبيعها بالأثمان العالية مع أنه نفسه كان زاهدا بهذا يعني كان يقيم المعارض ويكتفي بأقل ما يمكن أن يكتفي به فنان زولت لوحاته ويضطارت شهرته في كل مكان أعزائي المشاهدين هذا واحد من أعلام العراقي في مجال ربما قل ما تحدثنا عنه في هذه السلسلة من الأحاديث لكنه جدير بالتأكيد بأن نذكره هنا بكل خير أعزائي المشاهدين إلى حديث آخر عن علم آخر في مجال آخر من أعلام العراق وإلى لقاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر